هل لازم نتطلع هون هاي عنا الـ non-linear model اللي اتطلعنا عني الفارح. ما فيش اشي بمنعني اني أعمل له simulation. فيش حتى اشي بمنعني اني اروح عمل له QID tuning باستعمال الزيغلر نيكوز. مظبوط? ما في عندي مشكلة. بقدر عمل له tuning بقدر عمل ليه بالديافي. لاني ما بحتاج الموديل ولا بحتاج اطلع transfer function ولا شيء. ازا بيدي اعمل transfer function واعمل analysis زي root locas او غيره او هاد لازم يكون عندي linearized model حتى قدر اطلع له transfer function. هنه هون عملنا احنا modeling لـ non-linear model حطينا هون هاي non-linear function ها اللي هي F of U اللي هي C D A square root of H. فاخد square root of H هون. عمل application non-linear model وطلع معنا الـ output من هون. وبالـ output بعدين طرحنا output flow من الـ input flow. هلا هو الاصح يمكن او اللي منطقي اكتر اني احط الـ integrator بالاول عشان يطلع معي volume. وبعدين اقسم على الـ area حطي يطلع معي height. او كياملهاش معنا اقسم على ايه الاول. يمكن كان الاحسن انه هدول اعكس هون. اوكي عشان وقوتيها بقدر اسمي هذا الـ output من هون هو V of T. هاد رح يكون D V على DT. وبحط واحد على ايه بعدها. فبقسم على الـ area شو بعطيني? height. هاي هودا عندي هودا وطلع ان احنا مبارح على. حتى قارن دخلت هدول هيك كان يمكن الاحسن ادخلهم على نفس الاجسس حتى ينطلقوا على بعض. بس هلا انا رح عمله run ونشوف من هون. هادي حتى اكدلكم انها constant ما حطيت المعادلة. حطيت رقب. اوكي ماشي واضح? هادي gain صارت اللي هي K. ايش الكي? K هي slope عند النقطة اللي عملنا عندها linearization. اوكي? فحطيتها انا gain. اللي هي C D في ايه? في square root G على 2 H bar. H bar اللي هي point one. فهذا constant. هذا الرغم constant. هي عملنا linearization للمدل. بس لخزة ما عملنا linearization للمدل صار لازم اشتغل حوالين steady state point. هاي steady state point. بالنسبة لكيو بار. هلا كيو بار ما بيأثر هنا input وoutput لاني كيو بار input مساوي لكيو بار output لانه هو steady state conditions. فالكيو بار input والكيو بار output هو من نفس القيمة. هاي هادي عندي هون. هاي كيو بار هون دخلناها ودخلنا كيو بار هون. فلما طلعت كيو output dynamic جمعت لها كيو بار. ولما جيبت كيو input dynamic جمعت لها كيو بار. ولما جيبت هون على H جمعت لها طرحت منها point one لانه هو تطلع H total فطرحت منها point one H bar اللي هي H bar. فهلا هذا الموضل مفروض ال output طبعه يشبه هذا الموضل وين? حوالين ال operating point. حوالين ال operating point اللي هي steady state conditions. خلاني نعمل له run. انا رجعت هاي لل decimation عشان ما اطول. بس زي ما احكلكم بال decimation ما بيكون اه perfect في الهذا. اه. احنا هون قلطنا ايش اللي مش عاملو انا. انا مفروض كان اعمل شغلتين. يا بروح على ال setup تبع الموضل وبقدر احط ال initial values فيه طريقة نعمل هي. او بدي اروح على الماثلاب واحط initial file init file وعمل له run init dot m او script file. متشفر ترجمة نانسي قنقر